مرحبا بكم من جديد في الوحدة الرابعة درس الأول سوف نتحدث في هذا الدرس على الناصر التالي حول الشبكات ما هي الشبكات؟ ما هي مكوناتها؟ ما هي أنواع الشبكات؟ يمكن تعريف الشبكات بأنها عملية مشاركة للبيانات والمعلومات والبرامج بين جهازين أو أكثر وحقيقة أن نجد تطبيقات الشبكات في نواحي عديدة في حياتنا اليومية مثال عليها الإيميل هو عبارة عن شبكة يتم ربط المستخدم بين المستخدم والموارد أريد ألمح أن كلمة موارد نعني بها الأجهزة المتصلة بالشبكات مثال عليها الطابعة وكذلك البرامج بالإضافة إلى البيانات عندما أرغب بتكوين شبكات ما أحتاج إلى مكونات عديدة من ضمنها ومن أهمها وجود أجهزة للحاسب أحتاج وجود جهازين على الأقل كذلك أحتاج وجود بطاقة شبكة أو NIS وخاصة في الشبكات التي ترتبط بمكونات الشبكة التي هي عبارة عن الكابل كذلك أحتاج وسط ناقل لعملية ناقل هذه البيانات مثال عليها الكابلات والراديو ويفز بالإضافة أحتاج إلى نظام تشغيل شبكي NOS كنظام Windows Server الذي عبارة عن نظام شبكي يسمح لي بإدارة الشبكة بتحكم أكبر إدارة حقوق المستخدمين وكذلك الوصول إلى الموارد طبعا نستطيع أن نجمل الكلام في نقطة واحدة وهي أنني أحتاج إلى أجهزة للإرسال أجهزة للاستقبال أحتاج وسط ناقل هذه الرسالة أحتاج للرسالة المسج وكذلك أحتاج أجهزة اتصال تمكنني من عملية ناقل هذه الرسالة عندما أتحدث عن بروتوكولات الشبكة هنا نقصد بها مجموعة من القواعد المتفق عليها لعمليات الاتصال مثال عليها وأشهر مثال هو بروتوكول انترنت TCB IP الذي يسمح لي بتكوين عنوين الـ IP الخاص بجهازي عند دخول على الشبكة وكذلك ناقل البيانات أنواع الشبكات يمكننا تصنيف الشبكات وفق معايير عديدة ومن أهمها وأكثر استخداما توزيع الشبكة وفق معيار التوزيع الجغرافي أو المكاني إلى شبكات محلية Local Area Network هي شبكة مرتبطة ببعضها البعض في منطقة جغرافية واحدة مثال عليها كالمعامل الموجودة لدينا في كل مبنى هي عبارة عن شبكة محلية الشبكة المدن Area Network هي شبكة المان تسمح لي بربط مجموعة من الشبكات المحلية داخل المدينة الشبكة الموسعة وشبكة الانترنت تسمح لي بربط منطقة جغرافية كبيرة تربط دول وكذلك تربطها حول العالم وزي ما أسلفنا مثال عليها شبكة الانترنت التي تتيح لي عملية التواصل بين الدول وتكوين شبكة عالمية تصنيفها النوع الثاني والمعيار الثاني بناء على أنظمتها علاقة الأنظمة ببعضها البعض هناك شبكة تسمى الند تو ند أو الشبكة المتكافية أو البير تو بير وهي أجهزة تكون فيها جميع الأجهزة متساوية من حيث القدرات بحيث لا يوجد متحكم في هذه الأجهزة مثال عليها جهاز اسفرخسي تربطه بجهاز آخر ومن ثم كل الأجهزة تعتبر بنفس المستوى بنفس القدر ولا يوجد متحكم فيها النوع الثاني طبعا هنا توضح صورة البير تو بير جهازي مختلفة كل جهاز يستطيع الرسال وجهاز يستطيع الاستقبال النوع الثاني شبكة الخادم والعميل نقصد بها أن يوجد هناك متحكم وهو الخادم والسيرفر الذي يقوم بعملية توزيع الخدمات المطلوبة على أجهزة الكلاينت أو العملاء وهذه الصورة توضح لعالية العمل يوجد لنا كلاينت وهنا السيرفر وكذلك يوجد مجموعة من الكلاينت طرق توصيل الشبكات المقصود بها آلية تنظيم الأجهزة والكابل على الشبكة بناء على توزيعها مكانيا بالنسبة لبعضها البعض طبعا هناك أشكال عديدة لها هناك شبكة ذات بنية خطية الباس المقصود فيها أن يتم توصيل الشبكة على شكل خط مستقيم بالتوالي بحيث كل جهاز يتصب الجهاز الذي يليه وأحتاج إلى أقفال النهاية ما يسمى بالترميناتر في نهاية الشبكة طبعا ما يميز هذه الشبكة سهولتها السلبية فيها لو توقف أحد الأجهزة ممكن يعطل لكامل الشبكة طبعا هناك صورة توضح لآلية عملها شبكة خطية يوجد مجموعة من الأجهزة يوجد ترميناتر في البداية والنهاية النوع الثاني شبكة نجمية النجمية ربط الأجهزة إلى مجمع أو هاب أو سويتش بحيث كل الأجهزة توصل عن طريق هذا السويتش تميزها سهولة تركيبها مرونتها العالية مما يميزها ويقارن باللان اللي هي الباس ما ليش اللي هي أنه في حالة تعطو الجهاز لا يؤثر على كامل الشبكة يتوقف فقط هذا الجهاز وكامل الشبكة تعمل نوع الثالث حلقية رينك تبالوجي نوصل الأجهزة على شكل دائري كما ترون في هذه الصورة بحيث كل جهاز يستطيع يكرر الإشارة من ثم إلى الجهاز الآخر ما يعيب عليها أن جهاز واحد فقط هو الذي يقوم بالرسال وأشير هناك مجموعة من الأنواع الأخرى أمثل عليها الشبكة الشجرية الشبكة الممزوجة وكذلك الماش نتورك وهي مستخدمة حاليا في العديد من الشبكات الشبكة في العديد من الشبكات شكرا